قلينا نتكلم بقى دي الأخبار الحلوة بالنسبة لنادي الزمالك ولكن زي ما قلت قبل ما نطلع نشوف التقرية عن نادي الزمالك أني النادي الزمالك بيعاني من أزمات ومشاكل مجلس الدار الحالي بيعاني من أزمات ومشاكل منها أني طبعا تم إيقاف القيد من جديد ووصل جواب الاتحاد القوى من الاتحاد الدولي بإيقاف القيد ولكن لسه يعني دي هيستقنف فيها نادي الزمالك ولكن فرجاني ساسي ليه 9690 ألف يورو مطلوب النادي الزمالك يتفحهم للنجم فرجاني ساسي ودي أزمة جديدة بتتم لنادي الزمالك والمجلس إدارة الحالي والغرامة طبعا كانت من المفترض أن هي كان ليه حوالي 600 ألف دولار ولكن زادت طبعا مع الوقت فايدة اللي بتزيد وصل المبلغ ل690 ألف يورو ولكن دي مش هتوقف القيد بالنسبة لنادي الزمالك في الوقت للحالي